تلفت لي بالذرباء خلعني وشوفاته اختار كوني ولكن غير بيا ولا بيا وبقيت كنشوف فيه حتى انا بتحدي وقال لي مازال عندك شي تالتا قلت لي بلاش ما ناخده من وقت بعديات نكتر الانترفيو خطوة مهمة بالنسبة للمسيرة الفنية ديال هند وما كينحتاش سبب يخليك ترفض بما ان المقابلة غتفيد حتى البراند ديالكم العلاقة ديالكم محط انظار واعجاب الناس والانترفيو ما غيقتر عليكم غير ايجابيا ادم بقى كيسمع بهتمام ومتبع حركاتها وقال اش حال وانتي خدامة مع هند ما عمري شفتك قلت في خاطري انا فين وهو فين وقلت ليه باش غيفيدك تعرف وهو يقول اوكي انا غدا نفكر في هذا الموضوع يمكن ليك تمشي دابا قلت اوكي امسية سعيدة خرجت من عنده مفقوصة دست في المساعدة ديالو وسمعته هدر معايا ولكن مديتهاش فيه ونزلت مع الدروش خرجت من تمة ومشيت كنجري للحفل عند هند حيث ما كدتهناش الى مدارتش مصيبة كيف دخلت بالي البوديغارد قلت ليه ايش كدير هنا وفين هي هند قلت ليك بقى معاها ما تخليهاش قال ليه الانيسة قالت لي ينتسنة هنا غير تشوفش صحاباتها وانا نقول له ايش من صحابات ما عندهاش هي صحابات وانا نشق وقلت اللام كلخ خلاتك هنا باش متوصل لي يا والو ومشيت كنجري ودخلت للقاعة بينت ليه كتهدر مع المغنية المنافسة لها صوفيا هاد اللي لا مو حال تدوز على خير مشيت عندهم ولقيت هند كتهدر وكتعوج وقالت الحبيب الديالي اللي دير هاد الحفن حبيبي حنين وكيبقاو بيه الناس اللي مفحالهمش هاد شي اللي كيحمقني فيه صوفيا ضحكات وقالت اه وفين هو هاد الحبيب الديالك كنشوفوكم عبعدياتكم غير في التثاور ما عمري شفتكم بجوج في شي حفن هند قالت ليها وانتي مالكي حاضيانا وواحل عليك في الحلق ياكي ايوا تسمي غير بالشوية عليك لا تموتي بسمك قلت ليها ميس هند متيول ادريسي بغا كدابة تفضلي معايا هند فرحت وبدت كتشوف صوفيا وقالت شفتي حبيبي ديالي مايقدرش يقلس شوية بلبية نخليك دابة باي صوفيا بقت مفقوصة وجريت انا هند الواحد اللي كنت خاوي قالت هند فين هو آدم بغاني نمشي عنده دابة قلت ليها ايش من تمشي عنده كون خليتك غير شوية كنتي غديري سكون دعم ياك وصيتك ما تهدريش معهم قالت هند قالت تأكدتي باللي تبرعت بكتر من هادي قلت ليها كوني هانيا كل شي هو هاداك سالة الحفل وخرجنا رجعنا له طيب وصيت عليها الروم سيرفز يطلعوا لها لعشا ومشيت للغرفات يهلي دخلت يلا بغيت ندووز أبل هشام احتصونا التليفون في ايدي كان المساعد الشخصي دي المسيو الإدريسي قلت آلو وهو يقول ميس إسراء ياك قلت لي هي هادي ياك لا بس قال بغيت نبلغك بلي مسيو الإدريسي روافق على الانترفيو بشرط يكون عنده في الشركة قلت فخاطري أخيرا وقلت له أوكي ماشي مشكل أنا غاد نسق مع الناس دي المجلة ونصيف طليك الوقت بالضبط إيم تغدى تكون المقابلة قال وحاجة أخرى قلت لي مه قول قال لي طلع تيتي تيزة مع راسك بقى يدي ما تجي عندنا اقتعت عليه وقلت بقيت لي يا غير انت دابا هزيت التليفون هدر معه هشام وقال شوف شكن تفكرنا قلت لي بعدها اللي معيت أنا انت متفكرتينيش وهو يقول راكي عارف أني مشغول مع الخدمة صيف هذا ولكن راكي في البان لبس عليك بعدها قلت لي شوية وصابي صداع ديال الخدمة ما كيساليش ما كرهتش يعطلة ونرتاح شوية قال فوت ليا غير هادا السيمانة وانا معاك نديه معا نحتها هاديك الحلفة تفوج اضحكت وقلت اه وديت سمعك ترجع ليك ظهرك رطام من كرشك اضحك هشام وقال را عزيز علي نعصبها وخايت ديها طوال ساليت الهضرة مع هشام وحطت التليفون ومشيت لبست بيجامتي وجابوا لي العشا تعشيت وجاوبت على شي ايميلات ونعزت ونهار الانترفيو فقت بكري كالعادة درت الروتين صباحي البست واطلقت شعري ودست عند هند لقيتها مازالة موجدات كالعادة تحركنا وهبطنا لتحت لقينا الشيفور كيتسنة طلعنا وعطيت لهند الطابلات باش تراجح الاسئلة اللي غادت تطرح عليها في المقابلة ومن بعد عشرين دقيقة وصلنا قدام شركة سويفت طلعنا ديريك تلاسال فين غادي يكون الانترفيو لقينا كل شي واجد مشات هند باش تقادل ميكاب ديالها وانا بغيت كنت فاهمها الصحفية على الاسئلة والصور المسموح بيها لحقاش بغيت يدوز كل شي هو هاداك وفي المكتب ديال آدم جالس كيتطالع على شي وراق حتى جاء عنده المساعد دياله وقال له ان المقابلة على وشك البدء خرجت من القاعة وصديتها بان لي المساعد ديال آدم ومشيت كنجري عنده قلت ليه فين المدير ديالك ثلاثين دقيقة در روتار قال سكتي خليني نقلب راكان هنا وطح لي البين ديال القرافاتة عييت نقلب قلت ليه منيتك على قلتهم يدير وحدة جديدة والسلام قال لي يا المساعد هاداك البين ما كيحيدوش كيجلب ليه الحد دابا قلبي معايا من النجير قلت ليه اوف واش هو اللي منحوس ولا انا مشيت جهة الاستقبال كنقلب احتبان ليه شي حاجة كتبري في الارض مشيت كنجري وهزيتها القيت ببين ومحفور فيه جد الحروف هزيت التليفون وصونيت على المساعد الشخصي قلت ليه فينك رلقيت علش كتقلب قال حنا فين خليتيني مشيت كنجري ويالله درت معاكو الوار وهو يبال ليه ميسيو الإدريسي واقف وكيشوف في اتجاهي مشيت جهته بعصبية قربت ليه ودرت ليه البين في القرافات رجعت للور وشفت البين وهزيت عيني فيه قلت ليه ممكن دابا نخدمه ودخلت اللاصة قلت ميسيو الإدريسي هنا يمكن لكم تبدأ جا قلس حداها وبدأ التصوير وبقيت أنا اللور كنشوف فيهم وداز الانترفيو اللي خدا منناه ساعة ونصف سالعه وشكرنا إيميلي والناس ديال المجلة ومشعوا ناطب سيو الإدريسي غادي وهي تشده هند من إيده قالت ليه صافي مشيتي متوحشتيني الزعمة عدم حيدليها إيدها وشاف جهة المساعد الشخصي دياله وقال ليه وجد لي ياته موبيل أنا خارج دابا هند عيطات له قادر مشا وخلاها ما تلفتش ليها قلت هند عنديك رونديفو من هنا الخمستاشر دقيقة قالت هند قف وقالت في خاطرها غات ندمع لهاد المعاملة أسي آدم ما نكونش هند الشريبي إلا ما خليتكش خاتم في صباعي وقالت ليه يلا هنمشي قبلت هند وكانت غالثة كتقاد في طفارها وهي تقول أجينتي أعطيني هدك التليفون جات عند هالبنت كتجري وعطاته لها قمشات وهي تقول دابا غنوريك هند علاج قادة قالوا حاتم حاتم هذا صحفي مختص بالإشاعات اللي كتخرج على الفنانين قال ليها أهلا بالفنانة ديالنا هند شحال هذا ما سولتي فينا ياك ما كينش جديد على الفنانة صوفيا قالت هند لا هاد المرة عندي ليك طالب من نوع خاص وبغيتو يتم بسرية احتى حد ما يسيق الأخبار وربح لا وتكبح لدينا حاتم قال ليها كوني هانية ايش كتعفع ليها غير أمري وننفد وهي تقول له أوكي سمع وبقات هند كتهدر مع حاتم ومن بعد ثلث أيام عند إسراء في استوديو التطوير إسراء كتهدر في التليفون قالت المنجر ديال الفنانة هند الشريبي شكون معايا كيفاش؟ لا هاد الهضرة ما كيناش ما زالين مخطوبين كيفاش الدنيا مقلوبة؟ أوكي أنا غدي نشوف شن واقع ادخلت للسوشيال ميديا كان لقى الناس كل شي كيقول بلي الكوب الهند ومسيول إدريسي تفرقوا وفسخوا الخطوبة قلت آش هاد الروينا؟ شكون خرج هاد الهضرة؟ دخلت عند هند اللي كانت كتصور قلت ليها كين مشكيل خرجوا إشاعات بلي فسختوا الخطوبة إلا ما لقيناش حل هاد الشي غير نودعوا الكونتراديا الفيلم اللي بغيتي هند قالت أبدال لعب وهي تقول لي ما يمكنش شكون تجرق يخرج إشاعب حال هادي قلت ليها للآسف نشرات بساف ما يمكنش لنا نعرفه منين خرجات دابا خاصنا نلقاو حل في أسرع وقت هند قال هدرتي مع الفريق دي الأدم قلت ليها أنا دابا غنتصل بيهم سيري دابا كملي التصوير هند قالت في خاطرها يلا وريني حنت إيديك دابا سي آدم أمشيت خرجت على برا وعيت ليهم قلت باش غنفكوها دروينا جاوبني المساعد الشخصي دي الأدم وقال البوس طال عليه الدم الأسهم هبطات ليهم القيمة ديهم بخمسة في المية من صباح لدابا يعلم الله من بعد قلت لي خاصلا نفكرو في شي حل ودابا أنا شوية وغنكون عندكم قال لي المساعد أوكي اختعت معاه وخليت ميساج الهند باللي خرجته ومشيت خديد تاكسي نيشان شركة سويفت كيف حطني دخلت ومشيت للمكتب دلمودية دقيت في الباب ودخلت لقيت ميسيو آدم قالس في المكتب وإديه على رأسه وحواجبه مقوصين وبين فيه الغضب قلت ميسيو الإدريسي أنا قال أعرفتك قلت قلت الحل الوحيد دابا هو انتبته بهينتما ما زال مع بعديتكم آدم كيسمع لي باهتمامه قال عندك شي اقتراح قلت فكرت وما لقيت قدامي غير حل واحد في يادتكم والآنسة هند غتمشيوا في رحلة الجزيرة معروفة كيمشيوا لها العشاق جزر المالدي ثم غيتخداوليكم صور وفيديوهات انتبتوا بيهم باللي انتوما ما زال مع بعديتكم وفي أقرب وقت ممكن آدم قال أوه واخا نتقم على المساعدة ديالي على الوقت قلت غدا إن شاء الله خسكم تمشيوا إيه لا تعطلنا طارفين بجوج غيزيدوا يتضروا أنا غلغي مواعيد الفنانة هند وكان اقتراح تديروا نفس الحاجة يلا قم سياسة عيدة خرجت من تمامه وهدرت مع المساعدة ديالو ونصقنا الوقت وقطعنا التذاكر دل طائرة خليتوا يتكلف بالباقي ومشيت رجعت عند هند اللي غير قلت ليها وهي تقول ياي دا بغدا غنمشيوا الجزر المالديل ومع آدم قلت ليها الوضع ما كيفرحش بالمرة طريت نلغي أعمالك هاد سيمانة كاملة قالت هند في خاطرها عرفت بلي الخطة ديالي غدا تنجح غنستاغل هاد الفرصة بتقرم منه وقالت لي ماشي مشكيل حتى انتي خلينا نرتاحه شوية أنا متأكدة حتى انتي غتكوني عيتي من الخدمة أنا كنت غدا نمشي الجزيرة مع صحابي صدقت غادة لها مع هاداك الضخم والمساعد ديالو قلت بصح يلا ده برج علو طيل ما زال عندنا بثاف ميدار طلعنا للطيارة وقلت هند ها هو المقعدة ديالك ارتاحي من اللي نوصلو غنجي عندك حاولي ما تهضري مع احتا وحد هند قالت غير سيري ايجي ما بينش لي يا آدم قلت ليها غايكونوا هنا قطعنا جميع في نفس الرحلة وهي تقول اوكي ماشي مشكيل نوصلو غنشوفو قلت ليها اوكي هاني مشيت مشيت كنقلب على المقعدة ديالي سولت الموضيفة ورشداتني لي قلت ليها شكرا عدبتك معايا الموضيفة قالت العفو هادي خدمتنا تلفت بغيت نقلس وانا نتضم قلت موسيو الإدريسي آدم سمع سميتو هز في عينيه قال اه الاني سا قلت ليه اسراء اسراء اليوسفي دار لي حركة باش نقلس جبت الطابلات ديالي ودرت السماعات في ودني وخدمت الموسيقى ديالي المفضلة حسيت بناداراتو علي طول الوقت طلع لي يدم ما قلساش على راحتي تلفت ليه وحسيت بيه ارتابك بحالة حصلتوك يشوف فيها قال ما يحساب ليش وحدة بحالك غدا تكون كتصنط للموسيقى الكلاسيكية قلت فخاضري وما يحساب ليش فيك تبرقيك قلت ليه عادي اضوق الناس كتختالف هي حتى زيادتكم من عشاقها دار لي يقاه براسه وبعفوية حيت سماعة وحدة من المدني وعطيتها ليه ابقى كيشوف متعجم من الحركة اللي درت شفتو ما شدهاش وهزيت كتفي ويالله بغيت ندور نشوف قدامي ونرجعها الودن حتى اخطفها ليه من ايدي وحطها في ودنه واتك على الكرسي وغمت عينيه ابقيت كنشوف فيه ما بغاش يتفهم ليه هاد إنسان مرة عصبي ومرة هادئ بحالة عنده انفصام شخصية وحتى هنت لفت قدامي وغمت عينيه وانعزت محسيت شو براسي غفيت حتى حسيت بقيت تحطات على كتفي فيقاتني هزيت عيني ولقيت هالموضيفة قالت آنيسان وصلنا بإمكانك تنزلي انزلت من الطيارة وحتى كتبالي يهيند واقفة داميسيو الإدريتي لازقى فيه المساعدة ديالو كيصور فيها ومشينا ركبنا وانطلقات بين الطموبي صرحت في المناظر الخلابة ديالهاد البناصة شحان وانا كنت منا نجيل هنا بالحق في ظروف حسنة نكون فيها بعيدة على جو الخدمة نفكر غير فراحتي راحتي اللي مبقيتش لقيتها من نهار بديت وصلنا المنتجة أكتر من خلال جلنا فوق الأرض تكلفوا الناس اللي خدامين تنمبلي باليف والدوهم ومسيو آدم والمساعدة ديالو مشو الغرف ديالهم وهي تقول هند اسراق غتكون يعيتي من الخدمة ياكي عرفتي الشو انتي مع فيا من داما استغلي هاد الوقت وارتاحي مع راسي أوكي باش نلقى راحتي مع آدم ما خسكيش تبكي لها سقالة قلت ليها آه ولكن وهي تقول هند ما كينما ولكن صافي جوجت الصيورات را المساعدة ديالآدم غيفورنا والحوايج ديجا عزلهم ليه ما كيلاش تبكي لها سقالة اه بغيت نقول ارتاحي ياختي شوية قلت ليها اوكي اللي بغيتي ومشيت وقلت في خاطري الله على راحة هل ميتين ومشيت هند لغرفتها فقت الصباح وخرجت نجري وبعد خمسا وربعين دقيقة ديالجرة وبعد خمسا وربعين دقيقة غير ديالجري وقفت متسارح ازديت ايدية يسمى وغمت عينية واخديت نفس عاميق كان حسب الهموم والاحزان نزاحه على صدري مع كل ذا فيه شوية حسيت وظل واقف قدامي ترق علي الشمس حليت عينية بشوية وهو يقول اهدف صباح النور قلت ها موسيو الايدريسي لبس عليك اه بغيت نقول اش فيقك دابة زعماء اه غير مشي نشوف هند ومشيت كنجري ونعترف الرمله وكانت لفت وقلقاه مربحي بديه وحاضي لي قلت اويلي علشوها ما اللي بديت كنتفتر السيد قال لي يا غير صباح النور يا غير ندير نشوف فيه مازال واه هو اللي خلعني واقف قدامي بلا حز اوف منين خرج لي يا هادة تعني كملت طريقي احتوصلت للغرفة ديالي ادخلت ودوشت ولبست عليها ومشيت للريستولي في المنتجة عباش مفتل كملت ماكلتي ومشيت لاستقبال قلت ممكن تدلني على افضل مكان للصهر عندكم هنا وهو يقول لي يا الموظف طبعا كان نس حكت مشي لكلور كان ديتي مشهور اليوم والدخول حسري على الناس اللي نازلين في المنتجة ما غديش يكون عامر بزاف قلت ليه شكرا بزاف مشيت وكيف دخلت اتبهرت بالجمال يديا المكان هو بصح كلب ولكن تصميمه راقي جدا مشيت قلص في طبلة معزولة وطلبت مشروب غير كحولي وبقيت كانت صنط الموسيقى واحد شوية دخلت هندو معها موسيو الإدريسي هي كتفرفر وهو باين عليه قنطان كيف ديما شافت نيهند ودارت لي يابان شفت فيه ولقيته قيشوف فيه وملامح وجهه باردة تفكرت شنوقع البارح ودغيه دورت وجهي جبت التليفون وبقيت كانت ميساجا مع هشام ورجاء شوية وهو يجي عندي المساعد الشخصي دي المسيو الإدريسي قال لي يا ميس اسراء راقي منورة قلت لي شكرانا ميسيو وهو يقول وايلي الدابة مع فاس ميتي اسامة قلت لي آه متشرفين وهزديت التليفون ديالي وهو يقول اسامة شنو ما غدش تحيش ما جاكش الملن قلت لي لا شكرا ما فياش قال اسامة غير زيدي زيدي دي بيولي فيك ما تردي هاش في وجهي قلت له واخا مشيت معاه وكانوا طالقين اغنية اسبانية زوينة بقينا كنشطحه واخا محملتوش ولكن بغيت نبرد هويش في الشتيح السيد ازعم قول لك يحط علي ايدي مره في خسري مره اسفل ظهري عصبني ودفعته وهو يجرني قربني ليه وقال علاش كالدفعي هاد كان عاجبك الحال قلت لي طلق مني يا الضمر وهو يقول مقبولة منك حط ايديه على وجهي وقال انتي عارفة باللي كتعجبيني علاش كتتعفري علي قلت وابعد مني يا الضمر وهضر انت اللي بقيته لي وهو يقول علاش ما عجبتكش بدك يقرب وجهه الوجهي وانا انتلاع عليها اضطيته بكتفو حتى غوته بعد مني هزيت رجلي وعطيتها ليه لحجره احتطاح كيتلوح دايا قلت تحط علي يا ايدك ما زال نقطحها ليك الشمادة تفوه على قنسكي دايا خليت وطايح ومشيت خلطتوه عليك عاود تقديت ماكياجي وخرجت رجعت لبلاستيكا انه شيئا لم يكن ما نخليش كلب بحاله يفسد علي ليلتي بقيت قلصة وجاو عن ديد راري كي طلبوني نرقص معاهم ورفضت بأدب اكتفيت اناني انتمايل مع الموسيقى في بلاست واحد شوية كتبان ليه هند كتتمشي وتجي باينا في هزكيرانا قلت اوف انا عارفة راسي ماشي ديال الخروج قلت اي لمشا حتصورها شي حد مشينا فيها مشيت كنجرل عندها ولقيت هحدا موسيو الإدريسي كتغوت عليه وهو ما كانش في هدل عالم قالت ليه اسراء المنقضة ديالي السوبرمانة ديالي جات هدري مع هادا وشيرات على آدم وشفت فيه وشاف فيه وقالت ما كيبغينيش قولي ليه هيبغيني ها انتي انتي ما كتكدبيش يك انا زوينة قلت ليها اه زوينة آدم بحك دحكة استهزاء وهي تقول هند ايوشفتي ها هي قالت ليك انا زوينة وابغيني خلاص اسراء سوبرمانة ديالي بغيت نشرب اه لا اعطيتك ايجازة ياكي آدم بغيت نشرب وطاحت تغفات مشيت كان جريش ديتها جاتني تقيلة لقيت حدايا غير مسيول إدريسي شفت فيه بعيون مترجية هامني شنو بغيت وجاهزتها هزيت انا ساكها وسبقته في تجاه سويت ديالها جبت البطاقة من ساك وفتحت الباب ودخلها لحافق السرير ومحاول شعلها وخرج قاد ديتها وحيت لها صبات وغطيتها وخرجت لقيت وقالس على كرسي في الجردة ومشيت قلس تحداه قلت لي شكراً بالزافحة عاون تيني قال لي العفو بقينا ساكتين شوية ومحملتش الوضع وغيت نمشي قلت لي أوكي غدا نخليك ليلة سعيدة مسيول إدريسي وتميت غادية وهو يقول آدم تلفت ليه وقال لي عيطي عليها غير آدم بلاش مسيول إدريسي بتاسمت ليه وقلت أوكي مسي بغيت نقول آدم ليلة سعيدة قال آدم باي وبتاسم ليه تلفت وضحك على وجهي غريب هذا السيد ما كرهتش غير نبقى مجمعة معاه هاويلي أش كنقولي ما لقى يجري حتى أنا تميت غدا ومجمعة غير معارسي احتعترت في حجره وطحت على رقبتي قلت أوخ شفتي اللي كيخرف بزاف أش كيوقع عليه جاء آدم كيجري والخلع عباينا في عيني وقال إسراء يا كلاباس شاف رجلي وقال أوه آجي قلسي هنا بعدها جيت نوقف وما قدرتش وهو يقول آجي وحت إيديه على خسري ووقفني شاف الألم في وجهي وهو يهزني قلت ليه ما عليش نقدر نمشي بوحدي ما جاوبنيش وحطني فوق الكرسي فين كنا قلسين وقال سني هنا شوية ومشى قلت آويلي أش كان دير مع هاد السيد هنا اللي شافنا غايف هامنا غالط دورت راسي نشوف واش كاي ينشي حد غا نمشي ومن بعد نجي نشكره إيه لبقيت غادة غير نزيد من التحرج وقفت بزز وتميت غادة وكنتقلم حتى كنسمعوك يقول فين غاديا وقفت تصمرت عاطيه بالطهر وقلت ناري على حصلة جاهز شي حاجة في إيديه وقف قدامي مخنزر وقال ياك قلت ليك تسناي قلت بلا ما نعدبك معايا وهو يقول زيدي من الهضراء الخاوية رجعني البلاستي ونزل على ركابيه كي يشوف ليه في الجرحة وبقى ساكت وقلت ياك ما خسني نخيط لا عافك رهاك نخاف من دك الشي اضحك آدم وش بدلقط ومسح لي يده وقال الجرحة غير صغيرة انا مرضيتش حيت بالصح دراتني وغيقول هادي غير كتبوحة وانا نقول له روخة صغيرة كتدرني آدم اكتف بالابتسامة وداولي الجرح وغطاه بسباردرا وقال اوكي دابا مزيان شكرته وقلت له اسمح لي بقيت معطل معايا وهو يقول ماشي مشكي قلت له اوكي غدا نخليك دابا ليلة سعيدة قال نعاونك قلت له لا شكرا نقدر انت مشى بوحدي مشيت حتى بغيت ندور وتلفت ولقيت ومازال واقفك يشوف فيها ايش الداني ندور ايخ حصلني صدق ما بيش ضريف والصباح فقت على صوت المنبه مع السبعة وقررت انني نخرج شوية من المنتجة ونمشي نشوف المنطقة في نساكنين السكان الأصليين هوايتي هي نتعرف على التقافات الجداد ونكتشف طرق العيش ديالهم اللي بس تخرجت وسولت وقالوا لي باللي خاص لي ناخد الحافلة كتكون كل ساعة مشيت سنتها حتى جات ركبت وانا نتفكر التليفون ديالي نسيته في الغرفة ديالي آف دابا مايمكنش نرجع نجيبه خاص نتسنى ساعة أخرى تحركات الحافلة وقصدات الطريق وسط الطبيعة ماكرتش هاد اللحظة ما توقفش ونبقى وسط هاداك المنظر بقيت ساهية كنشوف حتى حسيت بها حبسات لقيت راسي وسط ساحة عامرة بالناس الباسهم مميز وبالزاف ديال الباعة ديال الفواكه والمأكولات المشهورة عندهم وباعة الورد اللي ريحتو كتشم من البعد غزالة نزلت وتمشيت بين الناس وكنشوف حتى من التليفون اللي كنت باغى نصور بيه مسيتو باش نفقص الحلال في دياله رجاء وهيشا مشيت ووقفت عند واحد كي بيع جميع أنواع الأيس كرين حارت وحيرت ومعايا حتى ضقت من كل شي عادة هالنيت بقيت كندور وكنشري في ليسوفانير ودخلت وكليت في وحد الريستو حتى عمرت لكريشا كناكل وحالف ومي في الناس شفت في الساعة ولقيت هات سعود وقسمين أوه حافي لغدا تكون مشات خلصت ومشيت كنجري وصلت لقيتها مشات بانت لي وحد لمرأة دايزة ومشيت لعندها وقلت ليها عفاكي إيم تغجي الحافلة تاني وهي تقول لمرأة عادة بمشات آخر وحدة الحافلة الجاية حتى لغدا بنيتي قلت واخا شكرا اوي ليه ايش نوغا ندير دابا بقيت واقفة حتى حسيت بنقاطة ديالما كيطيحو عليا وقلت اللا واش لهاد الدرجة انا منحوثة شوية جهدات شتا ومشيت كنجري تخبيت تحت واحد الثقيفة الناس اللي مازالين كل شي كيجري وكل واحد دخل المحاله وصد عليه هزيت راسي بسرعة والصدمة على وجهي وقفت وقلت ميسيو الإدريسي وهو يقول آدم اش قلنا قلت اه اش نوك تدير هنا قال انا جيت عند واحد صاحبي انتي ليش نوك تديري هنا في هذا الليل قلت ليه انا جيت ندور نستكشف هاد البلاصة ولكن انسيت راسي ومشات لحافلة قال اوكي يلا هي معايا قلت فين غا ننشي معاك قال آدم تمشي باش تباتي ولا عجباتك القلصة في الزنقة صافي واخا مشينا للكوخ ودخلت ودخل مورايا قلت له شفتك داخل معايا وهو يقول شنو حنيت فيك غد تبيتيني في الزنقة قلت ليه كيفاش وهو يقول هاد الغرفة هي الوحيدة لخاوية كل شي عامر تقدرت نعسي فوق السرير وانا غدينفرش في الارض قلت آه واخا شكرا بالزعف قال آدم العفو دخلي دوشي انت اللولة الى بغيتي قلت لي لا ماشي مشكل غير سير انت اللول وهو يقول آدم واخا ادخل الحمام وتسمع صوت الماء قلت آه فعلة صدفة الحمد لله بعدها لقيته اعتقني كلها راني ما زالة منشورة الماء قالت لي كباغا تكتشف اللي منحوس منحوس قلت فوق واحد الكرسي حيت حوايجيك يقطرو وبقيت كنفكر قلت دابا انا وياه غنعسو في نفس الغرفة ناري وتسيق هينت الاخبار تنته هحب وقفت وبغيت نشي بساكي حتى سمعت الباب دي اللي حمام تحل هزيت عيني كنت صدم السيد خارج غير بالشورة طالق ببادرو عليا وبالصدمة ضرت عطيته بالظهر وحطيت ايدي على العيني وقلت قاوي لي ما لك مصفح البت حوايجيك قال مالكي تخلعتي اعطيني التيشيرت راح داك هزيت ايدي كان تلمس السرير كان قلب على التيشيرت وما زاله مغمضة عينية قلت هاك ها هو شدوا من عندي لبسه عاد حيت ايدي تلفت وشفت فيه ومشيت كان جري الحمام وصديت عليها قلت ايه ناري اشكي اياكل هذا ولكن دكشي مستاف وزوين اويل اعلم مستف هو بلاكار خلت ميدار خايبة لي كنت ملاهية مع الخدمة مهنية من صدع الراس خديد دوش دافي ولويت علي فوطة وبقيت كان خمم دابا انا ايش غادا نلبس مستاحين نخرج عندوها كاب الفوطة شوها وصافي شوية سمعت الدقان في الباب اويل هذا اش بغا قلتلي نعم اش كاين قال لي يا ادم هاكي لبسي هاد التي شيرت وشورت جبتو ليك من عند صاحبي راح ويجي كفازقين فتحت الباب شوية ومديت ايدي وقلت له اوكي شكرا قال لي يا العفو خديت الحواج ولبستهم وخاكبار علي الشورت زيرته بالسيور وما زال كبير والتي شيرت جاني كسوة كملت اللبس ونشفت شعري وخليته مطلوق او كيبان شكلي مضحك ايلا شافني هكا غادي يضحك علي وانا مالي يضحك ولا اللي بغا خرجت ولقيت وفرش في الارض وعاطيني بالضهر الحمد لله مشيت طفيت الضو وتلاحيت فوق السرير كنشوف في ظهره قلت لي ليلى سعيدة خدا وقته عاد جاوبني وقال ليلى سعيدة وفي الصباح فقط لقيت راسي مجبدة فوق السرير كل رجل في جيها وبوحدي في الغرفة مشيت غسلت وجهي ولبست حويجي هزيت ساكي وخرجت كيف حليت الباب تساطحت أنا وياه قال غادي هربانا قلت لا كنقلب عليك زع ما بغيت نقول خاسني نمشي قال لي اوكي ايجي نفطره من بعد نمشي قلت لي لا بلا ما نزيد نتقل عليك انا غدا نمشي نتسنى الحافلة وهو يقول ادم فين كان هاد السواب من اللي كنتي مصدعاني بشخيرك درت ايدي على فمي وقلت انا ما كنشخرش انا يمكن جا الصوت من على برا يلا تفطر ضربت فيه ومشيت اضحك وقال اوكي ويلي ويلي على شو ها قلسنا فطرنا وما اهدرناش هو مركز مع التليفون دياله وانا غير كندور في عينية حاضية الناس اللي غادين وجايين قال يلا مشينا قلت لي واخ تمينا غادين وانا نقول بلاتي بلاتي ومشيت كنجري ادم ما عرف باش تبله ابقى غير كيشوف فيا وتبعني فين مشيت قال يا كلاباز وقفت عند واحد كيبيع الورد وقلت الله على ريحة اعطيني من هادي وهادي وهادي واحتى هادي ادم قال هاد الشي كامل واش بغت اعطيه لشي حد بتاسمت وقلت لا ليه انا قال ليه ادم اوكي بغي خلص وقال هاكا سيدي قلت ليه لا انت خلصت علي الفطور انا اللي غدا نخلص جبت لفلوس وعطيت هالسيت وقلت يلا هنمشي ودعبا ادم قال واخا للا يلا ابقيت غادة وكنشم في الورد ديالي وجحل لي الباب وقلت ليه شكرا اركبنا وانا درت جيهة الزاج كنشوف الطبيعة ما حسيتش بالطريق حتى وصلنا تلفت ليه ولقيته كيشوف فيها قلت اه نزل واخا نزلت كنجري تميت غادة حتى حسيت بيه غادي حدايا داير بحال الزواق عاد خليتو في الطموبيل تمينا غادين حتى كتبال ليه هند شافت نوجاتك تجري تلفت ليه لقيتوه ما كيش في هاد العالم ما تدهاش فيها قالت ادم اسراء فين كنتو بجوش علاش جايين من هنا ادم كمل طريقه بحال لمس معهاش قلت ليها غير تلاقينا صدفة في البلدة وجاب لي ومشيت للغرفة ديالي مشيت وخليتها بينت لي مشات تبعاتو ما فيها نفس دخلت للغرفة ديالي واول حاجة هزيت التليفون ولقيته غارق مكالمات ومساجات من عنده هشام ورجاء وخويا جيهاد قلت هادوك جوج باين علاش معايطين وجيهاد ما لو يكون مشا المغرب دووز أبل جيهاد قلت لي جيهاد قال حبيبة خوها فين غابرة من البارح مكت جاوبيش قلت لي كنت في واحد المنطقة بعيدة ونسيت التليفون هنا توحشتك عافك قول لي يا جيتي قال لي يا جيهاد آه جيت سولت عليك وقالوا لي يا سافرتي امتى غدا ترجعي قلت لي هاد العشية ان شاء الله وهو يقول اوكي غنت سناك في المطار ومن بعد مشيت جمعت حوائجي ومشيت طليت على هند جمعت مع هادك شي ديالها وتكلفوا الناس ديال المنتجة بالعفاليز وركبنا في التوموبيل باتجاه المطار طلعنا للطيارة وهاد المرة قلسات هند حدا آدم وانا مقابلة معهم درت السماعات في ودني وغمطت عينية مستسلمة للنوم الرحلة كاملة وانا ناعسا بحلة سيطين عليا فقت ولقيت هند مخنزرة وآدم دير نضادروه كيشوف التليفون باينا غيكون قمعها شي قمعه آوي لي مالي كان فرنس غابو حدي ودغيه جمعت التحك وصلنا وبدو الناس كي نزلوه هزيت ساكي ونزلت ومشيت عند هند وقلت ليها هند غتلقي الشيفور كي تسناك انا غنمشي للدار ومن بعده نشوفك بايش نستأنفو الختمة والتصاور غدا نصيفتهم الواحد المجلة هند قالت لي اوكي اجي ما بينش لك اسامة المساعد دي الادر قلت ليها اللا ما شفتوش من هاديك الليلة المش أمامة بقابلية غريبة قلت ليها يلا غدا نخليك بايلي يا آدم جاي ومشيت عنده قلت ليه موسيو آدم شكرا على كل شي قال العفو تبغي نوصلك معايا قلت لي لا شكرا غيكونو كيتسناوني لداخل قال لي اوكي نطلقوا إن شاء الله قلت اهه ما حد جاء معنا الخدمة درت شفت في هند نهد وشفت فيه وقلت نخليكم دابا سلامة مشيت دغية وخديت اللي فاليس ديالي خرجت كنجري وكنقلب بعينية حتى كنشوف جهاد ورجاء خرجنا كاملين وطلعت في الطموبيل ومشينا للدار لغد لي فقط وفترت معا بابا وماما وخويا وخرجت هزي الطموبيل ومشيت ديري كتل دار هند لقيتها عاد فاقت لبسات ومشينا للستوديو باش تسجل أغنية جديدة وهكا ده زنهار غير في الروتين ديال الخدمة وعند آدم وعنده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة